حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنا بكيرو بن عبدالله بن الاشجي عن بسري بن سعيد عن زينباء امرأة عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واذا شهدت احدى كنا العشاء فلا تمس طبا قال حدثنا يعقوب وسعد قال حدثنا ابي عن صالح عن محمد بن عبدالله بن عمري بن هشمين عن بكيري بن عبدالله بن الاشجي عن بسري بن سعيد قال اخبرتني زينباء الثقافية امرأة عبدالله بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها اذا خرجت احدى كنا الى العشاء فلا تمس طبا حدثنا ابو معاوية تحدثنا الاعمش عن شقيق عن عمري بن الحارث بن المستليق عن ابن اخي زينباء امرأة عبدالله عن زينباء قالت خطبان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا فان كنا اكثر اهل جهنم يوم القيامة قالت وكان عبدالله رجلا خافيف ذات اليد فقلت له سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزئ عني من الصدقة النفقة على زوجي وايتامين في حجري قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد القيت عليه المهابة فقال اذهبي انتي فازأليه قالت فانطلقت فانتهيت الى بابه بابه فاذا عليه امرأة من الانصار اسمها زينب حاجتي حاجتها قالت فخرج علينا بلال قالت فقلنا له سلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ايجزئ عنا من الصدقة النفقة على ازواجنا وايتامين في حجورنا قالت فدخل عليه بلال فقال على الباب زينب فقال اي الزيانب قال فقال زينب امرأة عبدالله وزينب امرأة من الانصار تسألانيك عن ان فقط على ازواجهما وايتامين في حجورهما ايجزئ ذلك عنهما من الصدقة قالت فخرج الينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجران اجر القرابة واجر الصدقة حفن اسود ابن عامر قال حدثنا شريك عن الاعمش عن جامعي ابن شداد عن كلثمين عن زينباء ان النبي صلى الله عليه وسلم ورث النساء خططهن حفن حدثنا عبدالواحد ابن زياد حدثنا الاعمش عن جامعي ابن شداد عن كلثمين قالت كانت زينب تفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان ابن مضعوء ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن وانهن يخرجن منه ويضيق عليهن فيه فتكلمت زينب وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انك لست تكلمين بعينيك تكلم وعمل عملك فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ان يورث من المهاجرين النساء فمات عبدالله فورثته امرأته دارا بالمدينة ترجمة نانسي قنقر